السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة الرابعة اليوم لدينا الدرس الأول في هذه الوحدة حول التوالد عند الحيوانات البيوضة في الصفحة 56 و 57 من كتابي الواضح إذن ننتقل إلى الصفحة 56 إذن الحيوانات كما تطرقنا إلى ذلك أي كائنات حية تتغدى وتتوالد وتتكاتر وتنمو وتتنفس إذن لها صفات تميزها عن الكائنات الغير الحية والكائنات الحية هي حيوانات ونباتات والحيوانات تنقسم على مستوى التوالد إلى حيوانات بيوضة وحيوانات ولودة إذن اليوم سنتطرق لموضوع توالد وتتكاتر الحيوانات البيوضة إذن نبدأ هذه الحصة بالتساؤل والإفتراض والاختبار فاطمة طفلة صغيرة حلت ضيفة على أسرة خالتها بالبادية بينما كانت ذات يوم تتمتع بإطعام الدجاج بالخم إذن الخم هو مكان سكن الدجاج ومسكن الدجاج وقفت مشدوهة لما عاينت بيضة تفقس ليخرج منها كتكوت صغير فتساءلت إذن وهي تعاين الدجاج رأت كتكوتا يعني كما هو مبين في هذه الصورة يعني يخرج من قشرة البيضة إذن فبدأت تتساءل بطبيعة الحال التساءل الذي سنترحه كيف تتكاتر الحيوانات البيوضة وأين ينمو جنينها إذن هذا السؤال بطبيعة الحال يجرنا إلى بعض الافتراضات إذن تتكاتر الحيوانات البيوضة بالبيض لأن هناك حيوانات لا تتكاتر بالبيض وتسمى ولودة عن طريق التزاوج يعني تتم عملية التزاوج لا بد من حضور الضكر لكي يتم التزاوج لكي يتم الإخصاب ويتم التوالد لا بد من وجود الضكر إذن هناك تجارب تم القيام بها حيث مثلا يعني تم ترك الدجاج بدون ذكر فلم يتم التوالد إذن ينمو الجنين داخل البيضة إذن السؤال أين ينمو جنينها فالجنين ينمو داخل البيضة بعد تخصيبها وتلقيحها إذن هذه بعض الإفتراضات إذن ننتقل إلى أختبر فرضياتي الإعلination لأحدث واحد هناك تجارب تم ايضاayed founder لبعض البيضة لبعض البيضة نheschفة البيضة لتلكتابة وهكو ايضايا به التساوج 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 الريفية لبعض البيضة للبعض البيضة هذه الوثيقة هي اللي كتبيل لنا لابا غيرو بخوديكتور ديكوك وهذه هي اللي كتبيل لنا لابا غيرو بخوديكتور ديكوك ما هو المؤشر أو ما هو المعيار؟ المعيار هو البيض هنا بطبيعة الحال لدينا بيض إذن هذه أنت لدينا خصية هذا ذكر إذن هذه المعايير اللي كتخلينا نفرق بينا الجهاز التنسولي للدكار والأنتا جو بسير في لدي دوكيمون يجو ركني جو ركني لديفيرون زورجان يجو دون ان تيتخ أشك دوكيمون إذن بالنسبة لأنتا عنا المابيد إذن المابيد هو الباق هو فين كيتم الانتاج ديال البويضات قبل تخصيبها وعندما يتم تخصيبها تتحول إلى بيضات وهذه البيضات الملقحة يتم حضنها من طرف الدجاج بعد ولادة هذا البيض إلى أن يتم فقصها إذن القناة المبيضية هي القناة التي تمر عبرها البيض يمر عبرها البيض ليخرج عبر المدرق إذن المدرق هو المخرج بالنسبة للذكر خصيتان داخلية خصيتان هما لإنتاج الحيوانات المنوية بالنسبة للذكر والقناة المنوية هي التي يمر عبرها الحيوان المنوي لدى الذكر إذن هنا الخصيتان تقابلهم المبيضان وهنا القناة المبيضية يقابلها القناة المنوية والمدرق عندهم بجوش إذن هنا ما سنكتبه بطبيعة الحال هنا هذا سي لبا غاي الجيد الدة هذا الديم الديم قناة человека الديم في الكوك وهذا الاتفاق البروديكتور في المنطقة هذا النشاط هو أننا نفرق بين البروديكتور والبروديكتور النشاط الثاني النشاط الثاني اكتشف مكان نموي وتطور جانين الحيوانات البيوضة الجانين ماذا يتطور هذا الجانين؟ داخل البيضة تمثل الوثيقة خمسة مقطعا طوليا في بيضات ملقحات تبين بداية نشأة جانين الدجاجة هناك يبان على أن هذا البيضة لو أنها كانت غير ملقحة سيكون هذا الشيء من صفر ولكن هنا بدأ الجانين ينمو هذا هو البروديكتور هناك المدخرات المغدية هذه المدخرات التي تغدع لها هذا الجانين هناك القشرة الخارجية بطبيعة الحال واقية تحمي الجانين حتى يكبر وينمو ويكون قادرا على الخروج إلى الوسط الخارجي ثم هذه عروق دموية عروق دموية هذا الوثيقة ماذا تمثل؟ تمثل مقطع طولي مقطعا طوليا في بيضة ملقحة أو لبيضة ملقحة لدجاجة إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية إذا على الصور ألاحظ بعض مراحل نمو جانين الدجاجة وأرتبها حسب تسلسلها الزمني بكتابة الأرقام الترتيبية من 1 إلى 4 إذا هنا بطبيعة الحال سنحاول نرتب مراحل النمو الجانين هنا مقاطع طولية البيضة كل مرة نقلب وصلات البيضة بطبيعة الحال لماذا؟ أصفر البيض لا تبدأ أبعد عملية نمو الجانين الذي يوجد داخل البيضة ثم هذه هي ثانيا بطبيعة الحال حيث بدأ بدأت العرق الدموية تظهر وبدأ النمو شيئا فشيئا للجانين هذه هي الصورة الثالثة حيث بدأ تظهر الأعضاء للجانين بدأت تظهر الملامح الأولى للجانين وهنا بطبيعة الحال اكتمل نمو الجانين حيث في هذه المرحلة نتحدث عن الكتكوت الذي سيخرج من البيضة ليبدأ حياة خارجية جديدة إذن يلخص الجدول التالي تطور كتلة كل من أبيض وأصفر البيض والبيضة إذن كان لدينا أبيض البيض وأصفره كان لدينا دبل البيضة تكون من أبيض البيض وأصفر البيض وكذلك الجانين إذن هنا سنرى المدة الحضانة هي البيضة إذن مدة الحضانة هذه البيضة في البداية كانت البيضة ما زال ما بدأت الحضن كانت كان الجانين ولكن يكون صغير جداً صغير صغير وعندما كان نفتحه البيضة وكان نشوفه كان لقوا واحد واحد الجزء صغير جداً أحمر أو أسود هذا هو الجانين ولكن غير معتبر الكتلة مهمة يعني يكون في البداية ما زال عبارة عن عن جانين صغير جداً أو أصفر البيض ثم كتكون الكتلة أصفر البيض كتسبة 55 عبرنا البيضة ولقناها كتب الكتلة نتعها 55 بعد مرور أربعة أيام نقصت كتلة أبيض بخمس وزادت كتلة الجانين إذن هنا كاللاحظة نحفظ نحفظ الكتلة لأن حتى حاجة ما ضعت ذلك الشيء اللي كان عبارة عن أصفر البيض وأبيض سحولها إلى جانين وهكذا حتى في النهاية سالة أصفر البيض وأبيض أصبح الجانين هو الكتلة كلها أخذها الجانين يعني تغدى على أصفر البيض وأبيض البيض الذي يوجد فيه الذي يوجد فيه البيض إذن هنا أفسر لماذا تنخفض كتلة أبيض وأصفر البيض في حين ترتفع كتلة الجانين خلال فترة الحضانة إذن تنقص ترتفع كتلة الجانين ترتفع كتلة الجانين لأن الجانين لأن الجانين لأن الجانين يقتات يقتات على أصفر وأبيض البيض وأبيض البيض ها ثاني المادة الثاني تعتبر هما المواد المغذية بالنسبة له إذن أكمل بما يناسب من الكلمات البيضة الجانين مواد مغذية نموه تطوره مدخرات البيضة إذن تحتوي البيضة على مدخرات تحتوي البيضة على مدخرات تحتوي البيضة على مدخرات خلال مرحلة مرحلة نموه وتطوره خلال مرحلة نموه وتطوره جميع صغار الحيوانات البيضة جميع صغار الحيوانات البيضة تنمو وتتطور داخل البيضة يعني هنا نتحدث هذا هو هدية طريقة التوالد بالنسبة للحيوانات البيضة الإخصاب يكون شي مرات داخلي وشي مرات خارجي وأما عملية النمو فتكون خارجية وداخل البيضة نيست في رحمي الأنت إذن ننتقل إلى استنتيج أكمل بما يناسب المغدية منويتين مبيضية مضرق بويضات مبيض خصيتين منوية إذن مثل جميع الطيور والزواحف والحلزونات والأسماك تضع الدجاجة البيض إنها حيوان بيض إذن كل حيوان يضع البيض فهو بيض يتكون جهازها التناسلي إذن هنا نتحدث عن الدجاجة إذن مماذا يتكون؟ من مبيض وقناة مبيضية إذن هنا يمكن أن نشوف بي أنه عندها قناة واحدة مش يبحث ذكر عنده قناتان منوية ومضرق ومضرق هو اللي شونا قبل اللحظات في الوثيق الأولى حيث إنه هو المخرج وعند الدج من خصيتين من خصيتين داخليتين خصيتين داخليتين وقناتين منويتين ومضرق تنتج الخصية الحيوانات المنوية والمبيض البويضات بعد تخصيبها يعني البويضات تتحول إلى بيض غني بالمواد التي سميناها المواد المغدية التي تضمن نمو الجنين خارج جسم الأنت إذن إذا بي لقرنا بين الحيوانات الوالودة مثلا الوالودة تتغدى من غداء الأم ولكن بالنسبة للحيوانات الوالودة يعني ذلك البيضة تكون فيها الغداء ديال الجنين البيضة كتتنتج كتتنتج بالغداء ديالها وكتخرج من الميضة من بطني الدجاجة وهي تتوفر على كل ما يساعد على نمو الجنين حتى يكبر إذن هذا هو الفرق بين بينما بالنسبة للحيوانات الوالودة ما نقدرش نخرج البويضة من رحم الأنت قصنا ضروري حتى يكتمل الجنين وينمو داخل رحم الأنت حيث يتغدى مع غداء الأم عبر الروابط التي سنراها ربما في الحصة القادمة إذن ننتقل إلى أطبق وشطب الكلمة الغريبة إذن ما بيض خسيتان داخليتان قناة ما بيض يا مدرق إذن هنا يا أهدي أعضاء تناسلي هل هي اللي تذكر أم للأنت؟ بطبيعة الحال هي للأنت الخسيتان هو العنصر الداخلي لأن الخسيتان لا تنتميان إلى الجهاز تناسلي عند الونت عند الونت جو كمplete par les mots suivants بلان سنوري نوريتف بلان سنوري نوريتف بلان لكوزان لأم بريان دو قول إذن لأم بريان دو قول سنوري سنوري يعني يتغدى سنوري نوريتف يعني المواد المغدية نوريتف سنوري وكما يتغدى عن المغدية أبعض وكما يتغدى ثم يتغدى هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة